يبدو أن أزمة الفيسبوك لن يكون حلها وشيكاً فبعدما كبدت فضيحة خرق البيانات لدى خمسين مليون مستخدم لصالح حملة انتخابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة مليارات الخسائر مستخدمون للمنصة كشفوا أنهم فوجئوا برصد المواقع لكل الاتصالات التي أجروها من هواتفهم فضلاً عما بحثوا به من رسائل فحين يطلبوا من مستخدمي الفيسبوك حث حسابتهم في الموقع يعرض الموقع رسالة تستفسر حول ما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من معلوماتهم وعند الحصول على هذه النسخة يظهر حجم المعلومات المخفية التي قام فيسبوك بتخزينها دون أن يكون المستخدمون على دراية بذلك وهو ما اعتبره المنتقدون انتهاكاً صارخاً للخصوصية وقدم مؤسسه فيسبوك مؤخراً اهتذاره لمستخدمي المنصة الاجتماعية الأولى في العالم وتعهد باتخاذ خطوات لحماية الخصوصية على نحو أفضل